وبدأ بقى القرآن يعرض باقة من الأحكام واجبت التطبيق لازم تتطبق شوف إزاي وإزاي غض البصر وإزاي ما نتكلمشي وإزاي ما يبقاش فيه شائعات داخل المجتمع والناس اللي بيشتغلوا في الشائعات وسمعت اللي بيقولوه شفت اللي حصل سمعت أخر أخبار سمعت أخر خبر ده بيقول شائعات شائعات دول دول فتحين لنفسهم كده طريقة على جهنم والعياذ بالله ده جهنم الأخرة لا ده لسه فيه جهنم الدنيا لأنه فيه عقوبات فيه كوارث عندنا يا حضرات نقول عليها إيه منكرات الأخلاق مثلا عقوبتها في الأخرة وفيه حاجات عقوبتها دنيا وآخرة ربنا بيعقب عليها مرتين دنيا وآخرة يا دي أكيد دي كرثة دي أكيد دي شيء قبيح لذلك أن ربنا يعقب مرتين عليه في الدنيا وفي الأخرة فيه حاجات اللي يتعقب عليها دنيا ما يتعقبش أخرة خلاص خط حقه في الدنيا يتعقب في الدنيا خلاص ما يتعقبش في الأخرة إنما فيه حاجات ربنا بيعقب عليها مرتين مرة في الدنيا ومرة في الأخرة تعالوا نشوف في سورة النور قال إن الذين يحبون أن تشيع آه شائعات وفاحشة كده في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة يعملوا لنا بقى مضاد بقى يعودوا يعرف في الستات بقى ومضاد سنة دمين أعملوا 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 مش بيحسوا بيحسوا الآخرين على الرذائل والكلام ده وشائعات وحاجات وحشة داخل المجتمع أعملوا أعملوا عذاب أليم في الدنيا والآخرة ربنا يكفيك الشر بقى يتنكد عليه في الدنيا يبقى عنده أموال طائلة ومش سعيد عنده عيال ربنا رزقوا العيال اللي هو الذكر والأنثى شوف إزاي أو يزوجهم يزوجهم يعني إيه يزوجهم ذكرانا وإناثا يعني عنده بس عيال بقى الله لا يوريك عيال ما عندهم شريحة الصلاح شوف إزاي ويبقى ابنه هو سيده مش الأب هو اللي يؤمر لا الواد هو اللي بيأمر وينهي في البيت ويبقى الواد ما نشف لي أبوه ويبقى ربنا مسلط على المراته ويبقى شوف بيقتص منه ليه يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا وسيلة من وسائل انتشار الفاحشة في المجتمع إزاي بقى خطة صمم شير كتب نشر وزع أي حاجة منظومة والله والعياذ بالله يا حاجة خطيرة والله يا حضرات أنا ماشي مع حضراتكم واحد ما بسبقش الأحداث في الصورة لحد ما نوصل إزاي ننور حياتنا الجزء بدأ بالمؤمنون وبعد كده دقت جات صورة النور اسمها النور في أولها أول سطر فيها ربنا بقول الصورة دي احنا منزلنا أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات مبينات شوف الإعجاز كمان شوية دلوقت هتشوفوا دلوقت آيات مبينات أي واضحات أحكام واضحات أوامر واضحات أي حد يفهمها من الوهلة الأولى